الآن عنا تحدي كتير كبير بسنة 2021-2022 للعام الدراسي قادرين ننقذ هذا العام الدراسي ونعطي عن جد نتيجة فيه؟ لا في عنا غير حل نحن مضطرين نخليه العام الدراسي يبلش وينجح هلأ كل جامعة عندها خصوصياتها بس من أهم الشغلات اللي لازم نحن نفكر فيها هي أمن التلميذ، أمن الأستاذ، أمن الموظف ونخلي المستوى التعليمي يكون عالي لنحافظ على المستوى التعليمي في لبنان هذه مشكلة ما مفروض نفرط فيها نفرطنا نحن بالتعليم العالي فرطنا في لبنان وهي شغلة غير مسموة فيها اللي مما كان يكون قادرين ننقذ العام ولا مضطرين نجرب؟ مضطرين نحاول، مضطرين نعمل المستحيل لنخلي العام الدراسي يبلش يكمل ونخلصه واجهنا الصعاب في 2019 وتخطيناها واجهناها في 2020 وتخطيناها الـ 21 ما هيكون أحسن، هيكون فيه صعاب كتير بس ويش بيتنا نحن نحط المستحيل لنتخطيها باللي عملناه أستاذ جوزاف، باللي عملناه من 2019 نفرضت ظروف، بالـ 2020 ظروف صحية بالـ 2021 ما أنه شيء قادر تتوقعه ما فيك لا تلبس ماسك، ولا ترش، ولا تعقيم بالـ 2021 التلاميذ يمكن ما يوصلوا على الجامعات الأساتزة يمكن ما يوصلوا على الجامعات كيف أخذين احتياطات لتحافظوا على العام الدراسي؟ اليوم نحن بجانب تروح لسكاسليك القرار كان أنه خلال شهر أيلور رح نبلش تعليم عن بعد رح نبلش نعلم أونلاين بانتظار لتتوضح الرؤية أكتر وأكتر بشهر تشرين الحكاية العميد من ونوافق إليه تماما شو ما كانت الصعاب؟ نحن منأكد على أنه مصلحة طلابنا هي الأولوية ومستوى التعليم هو الأولوية كمان بالعمل شو قدرين تعمله؟ بالعمل نحن اليوم بالجامعة مثل ما قلت عم نعمل كذا سيناريو لمشكلة التنقل بشهر أكتوبر بشهر تشرين الأول بحال أخذنا القرار نرجع حضوريا على الجامعة في عنا أبليكيشن عم نشتغل عليها للكوفواتيراج أو تشارك السيارات ليتشاركوا السيارات الجامعة عم تجرب تعمل اتفاقيات مع بعض محطات البنزين يلي يكون فيه أوقات معينة فيها للطلاب لأ نحن أولاد سقافة حياة بدنا نعيش بدنا نتعلم وبدنا نعلم شكرا جاد تلميز غلية الأقصاد قادرين يدفعوا على بواب جامعات كيف ينهدوا لآخر السنة بين النقل والسكن والأكل والشرب ويدفع القصة فوقها أنا برأيي تلميز عم يعانوا من مشكلة جدا أوسعة نحن كفئة شبابية أولا عبق تغيير اللي عم بيصير على صعيد البلد عبق المستقبل اللي نحن عم ننظر لقلو على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد التقني ونحن وين رايحين وعن عبق الحياة اليومية والشلل اللي عم نواجهه بحياتنا اليومية باعتقد ما عنا خيار غير أنه نستمر ونواجه وهيدا الشي بيصير بالتغييرات اليومية اللي منواجهها بحياتنا بعملنا السياسة وكمان متابعتنا لكل بس شو بتتوقع من الجامعات يعملوا ليقدروا تلميزي يكملوا السنة أنا برأيي الجامعات هلأ عندها دور أساسي لازم تعملوا وهيدا الشي بيرجع لعدد الجامعات أبدا مش بس بالجامعات اللي تعتبر من الرافعية المستوى لازم يكون في هامش أوسع للعمل النابي والعمل السياسي جوية الجامعات هيدا الشي هو اللي بعتقد رح يوصلنا للتغيير الجزري تغيير من القاعدة على صعيد المجتمع لنقدر نطرح على الجزري بالمستقبل القريب لا كل شي عم بيصير معنا دكتورة اليوم بالجامعة اللي هي ملجأ كل المجتمع لأنه نص طلاب لبنان بالجامعة اللي بنيا اليوم الجامعة اللي بنيا كيف عم تحضر حالة لتقدر تحمل الضغط يلي جاي عليها بقاء جهاز التعليمي وتقطع فترة 2021 شو الجهوزية بالجامعة الليبنانية اليوم طبعا نحنا كجامعة لبنانية نحنا جزء من الدولة ولما بتطلع الدولة كيف عم بتدير شؤونة ريزم دغري تفهم شو رح يكون وضعنا وكيف عم نستعد للأسف نحنا بحالة فينا نقول يرسلها لأنه نحنا الشعب على الأرض اللي عم بعاني كموظفين كأسات زي وكطلاب نحنا عنا حوالي 100 ألف شخص بين مدرب أستاذ موظف أستاذ متعاقد أستاذ بالملاك وأستاذ متفرغ هالعيلة الكبيرة من 100 ألف هادي عم تصرخ عم بتعاني وهالشي بده ينعكس على الأداء إذا كنت موظف رح ينعكس على أداءك وإذا كنت أستاذ وإذا كنت طالب للأسف نحنا فعلا بوضع بلد منكوب ولازم يكون عنا الجرأة نعلن هالحقيقة ونبطل نكابر ونعمل سياسة نعمل خلايا أزمة مش خلية أزمة لازم كل وزير بوزارته يكون عنده خلية شغالة ما بتهدأ لليل ولا نهار نحنا فعلا بحالة أكتر مطوارق نحنا قريبين صرنا من النزاع لأنه ما بق فينا كان عم بيقول الزميل أنه عم نخبط وناطر حبا يشيرنا ما منعرف إذا في حبا يشيرنا الوضع فعلا مأزوم الوضع فعلا مربك والوضع فعلا بصفرات خطر لونا أحمر وما بق فينا نظلنا ماشيين ونتكل على شخص واحد يحلى بدا خلية بدا تشبيك مع برا بدا تشبيك مع الناس اللي عندها غيري على شأن التربوي مع الناس اللي عندها التزام بهيدا البلد مع الناس اللي بتخاف أنه هول ما رح يوصلوا على الجامعة شو رح يعملوا بالطريق شو رح يعدوا يعملوا مع بعض بالقهوة إذا قدروا يفوتوا على القهوة هناك مسئولية جيلة بكامله على كم شخص هلأ رح نحكي فيهم عاملين تقرير نحنا عن الظروف الاستثنائية شو بتطلب كرمال الناس تقدر قدر المستطاع أنه تضاين خلينا نحضر هيدا التقرير من استاذي سارة زين من جامعة بيروت العربية الظروف الاستثنائية تحاول على قدر المستطاع يعني ما مطلوب منك أكتر من قدر المستطاع لأنه نحنا بظروف استثنائية وبالتالي مرحلة الكورونا كانت زرف استثنائية عالمة ما فينا نقول أنه نحنا عطينا كافة المعلومات وما فينا نقول أنه حققنا نسبة 100% ولكن يعني على القدر المعقول والمستطاع قدرنا نوصل المعلومات الكافية والوافية للتلميذ ليكون عنده الحد الأدنى إن كانوا تلميذ على رح يتخرجوا وبالتالي الحد الأدنى لأنه هن يقدروا يكملوا إن كان بالدراسات العليا وبالتالي كان عملية جدا صعبة ومرهقة بالنسبة لألنا بس برعب لك هذا ظرف استثنائي عشان هيك التوجه حاليا هو لبلندد ليرني لأنه أفضل طالما أنه التلميذ ممكن نحنا نكون على إحتكاك مباشر معهم بطبيعة الحال أكيد أفضل كل الامتحانات لازم تكون عن كامبس لطاعة الجدية يعني البن هي الطالب بخاف من الامتحان بخاف من أنه يسقط من الامتحان نحن عملنا امتحانات ومرقنا بهذهك تجارب دكتور جوزيف اليوم قادر تكفل نوعية التعليم يلي عم بتصير بلبنان بشكل عام كشخص بيتابع مش بس بجامعته بالجامعات البقية فينا نحن نام مرتاحين أنه كل التلميذ عم بيروح على جامعة بالتسعتاش بالثورة وبالعشرين بالكورونا وبالواحدة وعشرين هلأ عم بياخد نوعية دكتورة قلت أقل من مية بالمية لأنه ظروف قاهرة قد يب تصنف نسبة فعالية التعليم يلي عم نمرق فيه هلأ خليني أقول لك شاغلي نحن كنا شوي محظيين أنه الشوك كان أخف علينا من غير جامعات نحن بلشنا من 2014 ندخل الـ Online Education بنظامنا التعليمي هذا شيء خلينا نقدر نكون بمحل معين أسرع من غير نقدر نفوت بـ Trend Online أو Blended Education بس في شغلة بنا نفهمها ونتفق إعلايا ونكون أكيدين رجوع على التعليم الترديسيونال أو التعليم التقليدي ما بأعتقد بقى العالم رح يرجع للتعليم التقليدي بعد الكورونا عالميا بحياته أنا هي وجهة نظري الشخصية فمش مجبورين فيه هيدا تطور طبيعي صار بسرعة بمحل معين صار فيه تطور يمكن تم استعجاله بمرحلة جدا كبيرة واضطرنا نروح لـ 100% أونلاين بس نحن شفنا فيه إيجابيات كتير كبيرة للـ Online Education فيه كورسات بالهندسة قدرنا نعطيها بطريقة مختلفة وبغير كليات كمان قدرت توصل المسج بشكل أهوان يلي هي الـ Asynchronous Education يعني الطالب قدر يتعلم بوقت ما هو مرتاح كمان هيدا شغلة بعتقد أنه إذا فينا نضوع الإيجابيات هيدا كانت من الإيجابيات للمرحلة اللي ما رأيت يلي كسبناها الدكتور رامي كرميل هيدا الموضوع تحديدا اليوم بالهندسة بالعلوم التطبيقية بالعلوم قادرين الناس تدرس عن بعض منعرف ناس درسوا من لبنان وهن مسجلين بجامعات بأوروبا هل هيدا الشي هو مستقبل التعليم؟ لكن التعليم عن بعض مشي جديد ببلاد الأجنبية ترجع للـ 80 والـ 90 وكنا عم نطبقها بالجامعة اللي أنا كنت أشتغل فيها ببريطانيا نفرض علينا بلبنان ونفرض على العالم كله ننتقل أونلاين بسبب الكوفيد بلبنان قدرنا ننتقل نقل نوعي من face to face لأونلاين بالرغم أنه نحن ما عنا هالتجهيزات باللبنان من ناحية الإنترنت سرعة الإنترنت أطاق الكهرباوت بالرغم أنها واجهناها كجامعات وقدرنا نوصل المعلومات بأدك تفاصيلة بأحسن طرق لتلميزنا ضمن هالإمكانيات المحدودة باللبنان وقدروا عملوا أبحاث في كتير عنا تلميز وأكيد بالجامعات الأخرى بالعلوم التطبيقية أو الإنسانية شو ما كان بكل شيء العروم التطبيقية والعروم الإنسانية وبالهندسة وقدرنا ننزل بمسابقات عالمية ونربحها يعني حتى بهذه الظروف الحالك اللي عمنا نمرق فيها في لبنان إلا العالم أجمع ما مرق فيها لأنه كان عندهم كوفيد نحن عندنا كوفيد وكل المشاكل اللي حواليها قدروا طلابنا يحطوا المجهود اللازم بمساعدة الأساتزي والموظفين لحتى ينجحوا عالميا من لبنان فلما يكون أنت عندك يمكن أن تحصل على شيء يعني لو يكون أنت عندك النية لتتعلم تقدر تحقل بدك دكتورة كرميل هيك الجامعة اللبنانية بكل التحديات اللي عنا إياها ومنعرف نحن نص طلاب لبنان مرة تاني إنه بالجامعة اللبنانية تصنيف الجامعة اللبنانية يعتمد على قدرة الدولة أن تدعم هذه المؤسسة ليظل تصنيفها عالي كيف تأقلمت مع الكورونا ومع التحديات هلأ يعني العام الماضي أنت ضميرك مرتاح على اللي حصله على التلميس الجامعة اللبنانية للأسف نحن تجربتنا شوي مختلفة وبتأسف أقول أنه أنا لأ ضميري منه مرتاح وبعرف حالي كتير منيح بالنسبة لإلي كما بالنسبة لزومة لأنا اتصلت بكتير زومة لأبل ما إيجي لأنا ما بدي أكون عم بنقل بس تجربتي أكتريت اللي بدرسه فيه إكسبريانس فيه عمل تطبيقي فيه متابعة للطالب بمختبر أو إلى ما هنالك لأ فيه الأسادزة الآن على هالشي تاني نقطة أهم نقطة بالتواصل بينك وبين الطالب الآي كونتاكت لما تشوف ولما يشوفك لما تكتب أنت وياه لما تراف ولما تشرف على شو عم ياخد نوت أنا هيك بعلم فللأسف أنا شخصياً انحرمت من أني يكون عم مارس مهنة التدريس متل ما أنا بآمن فيها ومتل ما بحب جسدها وبذات الوقت لحظت الطلاب مهني منهم قدامي صرت إسرع فهمتوا بيقولوا بصير بسرع يلا مبسوطة من حالي عملي نصوص أكتر من قبل وشيغلي مراجع بس بالنهاية لا في شي مش مظبوط حرام في شي يعني الزملاء بشكرهم عطوا الميل الإيجابية بس أنا بدي لأطار كون متواضع وأعمل بالانس بدي أحكي عن الميل السلبية كذا مرة تنقطع الكهرباء ينقطع الإنترنت يكون الطالب ارجع طب أنت عم تفسر نص فلسفي بيقولك هلأ رجعت أونلاين شو بدك ترجع تردله ما بتكون مرأة الشغلة هذا إذا قادر يفتح كاميرا وقادر يتفاعل مع الآخرين وقادر يشتغل مع الطلاب الباقيين وقادرين يتواصلوا مع بعض كرمال هيكي يلي كنت بدي ركز عليه بمعجاد هي تجربة الطلاب اليوم تعرف أندي الطلابية بكل الجامعات كيف تجربتهم لما يقضوا الطلاب مع بعضهم عم بيحسوا صار في فرق بيناتهم بين الموفقة بجامعته وبين أكلها ضرب بجامعته لأن لبنان في خمسين رخصة جامعة بالاسم بالفعل مش الكل عم يتعلم بالفعل الأزمة هون هي بتتشعب لكتير مطارح وكتير نياط إذا بدنا نبلش نحن كجامعات خاصة اللي كانوا نحن نحكي عن جامعات خاصة اللي موجودين برابط التعليم الجامعات الخاصة في هيدا الدينايل اللي كانوا عايشين فيه وأن نحن بعتقد ما كان حدا قادر أنه يتأقلم مع هيدا التغيير السريع اللي صار وصلنا لمحال أنه نحن بدنا نطلع من هيدا الشغل يالله سنة سماستر اثنان وبيقطعوه وصلنا لمحال أنه نحن بدنا نلاقي طرق مش بس الطلاب حتى الإدارات والأسادزة بدنا نقدر نلاقي طريقة نتأقلم مع الموضوع بعتقد تقنية الهايبرد اللي كنا نحن نحكي عنها هي الأنسب هون بس هيدا الشي بيتطلب دعم للأسادزة أولا ودعم للطلاب يعني دعم نفسي دعم معنا ودعم حتى المادة لا نقدر نحن نتكيف بشكل أوسع ونقدر يعني التجربة التعليمية أو التحصيل العلمي يصير فعلا عم بيكون ما عم بيكون فين بعض طبقي وشيء بين أنه جامعة قادرة وجامعة مش قادرة وطالب قادر بيه يجيب له لابتوب أو أمه يجيب له لابتوب وطالب مش قادر لأنه بعتقد البعض للطبيعة هون جدا واضح ولازم هيدا الشي يتضو عليه ونلقي له حل جزرة يمكن فيها نحكي عن حلول أو كهرباء موجودة بالبيت خيدال كان المحور الأول حول الوزارة